الصحف اللي معاها تأخذ راحتها في النقد المعارضين للحكومة والصحف اللي تنقد الحكومة أصبحت تغلق هي والقنوات لليوم عالم اليوم اليوم الوطن وباتر أنا أوجه نصيحة للأخوة في الصحف الأخرى القبس والجريدة والسياسة والراي كل الصحف يعني يعني يسمحوا لي اللي ما ذكرت أسمعهم يعني عشان لا نحن في مجال حصر يعني نعم لو تختلف مع الوطن لكن يجب أن تتفق مع حق حرية الرأي حق إبداء الرأي الآخر شو سبب؟ لأن هذا مبدأ إذا اليوم الوطن دفعت ثمن معارضة الحكومة غادر ستدفع من سكت اليوم من باقي الصحف سيدفع ثمن كذلك أو حتى القنوات ويكون الأمر يتمشي في ركاب الحكومة أخطأت أم أصابت؟ أو ستأخذ عقوبة إغلاق الصحيفة أو إغلاق القناة أو سحب جنسية المعارض يعني بسلوب يعني إيجاد تأويل قانوني من أجل معاقبة المعارضين السياسيين ترجمة نانسي قنقر